عربت الجزائر عن قلقها ومتابعتها للأوضاع حالياً في دولة غينيا حسب بيان صادرين على وزارة الشؤونية الخارجية اليوم الاثنين وأكدت الجزائر من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي وأوضح البيان أن الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير غير الدستوري يجب أن تتوصل إلى حلول توافقية ناتجة عن حوار مسؤول بهدف ضمان احترام سيرة غينيا واستقلالها وسلامتها إقليمياً ووحدتها الوطنية وحسب البيان ستنسقه الجزائر مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في سياق تنفيذ القانون التأسيسي للمنظمة القارية ومواقفها ذات الصلة في هذا الشأن كما تعرب الجزائر عن أملها في أن تتغلب الجمهورية التوغينيا بسرعة على هذه المحنة مكررة تأكيد تضامنها الأخوي مع الشعب الغيني الذي تقيم معه علاقات تاريخية تتميز بصدقة والتعاون موسيقى